بس يا سيدا انا احكي لك حكايتي مع الاكل الاكل بالنسبالي حياة كنت مثلا والدتي شايفة من المياصة والدلع ان انت تاخد معاك الصندويتش اللي هو الفينو لا منفعش بلدي ايه ابتدائي كان لازم المقرر صندويتش البيض اللي بياجه اخذه للصبح ده وطبعا كان صندويتش البيض ده اغلب مصر كلها كانت بتسيبوا في الشنطة. وانا في ابتدائي كنت في مدرسة خاصة فكان بوزعوا علينا سحاب موزة او جوز هندي كده. كان دائما اغلبية السادشات بتبقى لانشون اه جبنا رومي جبنا بيضة. المهم ان انا كنت في مدرسة خاصة فكل بقى العيل معاها صندويتشات حلوة بتاع بس انا ام كان بتديني صندويتش جبنا ساكع فيه فيه خيار وطماطق. السوبر كينج بوس ده ده اللي يجيب السندويتشات اللي هو العيش اللي بيبقى مغلة في الريتش بيك ده. كان نفسي ان انا ان انا اخف معايا سندويتش فينو. اي اي حاجة اي حاجة فينو. لكن لا هو هو شايفة ان انت كده عيل طري لو خدت فينو. في ايام كانت بتديني بطاطس محمرة. فاليوم ده كان بيبقى عظيم بالنسبالي. الغدوة بالنسبالي كانت بتمثلي اهم حاجة في الليوم الدراسي. احنا كنا بنعمل الغدوة بقى عبتبقى عبارة عن ايه? انا مسلا ببقى جابس عندويتشات اه لانشون وجبنا ومش عارف ايه وحاجات كده جميلة. فكنا بنتكلم في التليفون كده نتفق كل واحد هجيبس عندويتشات ايه بكرة? عشان ما نجيبش زي ابقى. نقعد بقى ما بين الحصص نقعد ناكل بقى كل واحد يطلع ايه مع عنده بقى. ابدأ بقى ايه? اتسوي الاصحابي. انا بنجيب زي ما قيلنا نجيب كسين شبسي كبار ونفتح كسين الشبسي. وحد يبقى جايب من البيت فول وحد يبقى جايب طعمية وسندويتشات جبنة. واش طبقة كلنا نقعد ناكل ومن بعض يعني. اروح اخب منهم مسلا كل واحد مصد جنيه ربعي جنيه حسب اللي فيه تنصير. وانزل عد لانط الصور. واروح عند بتاع الكشري. ويعني بقى وصيع. والله ما مسكت الفلوس في حتي قد القد اللي انت اكتهم العائل دي. ومن اهم التقوص برضو في الاكل المحشي برضو امي كانت عندها عادة ان حلة المحشي يعني امي كان بتاع مع عادة حلو قوي انه هو تقعد في الحل مسلا تقعد اه تحشيها او مسلا تصبعها سبعة ثمان ساعات وما عارفش زي بيجي لها قلب انها تروح جابة كده حل اه يعني بقى صنوعية كبيرة قوي بتروح مسكاها قلبها كلها. ونقعد كلها ناكل وبتاعها سواء بقى على طبلية او ترابيزة اي ان كان يعني بس كان لازم كله بيبقى موجود في معاد معين للغدا. امي ستة بتشتغل فما كانتش بتعمل لنا محشي وانا كنت بحب المحشي جدا. فكان عشان امي تعمل لنا محشي فانا لازم نروح لتيتا ونقول لتيتا احنا عايزين محشي فتاة تعمل لنا محشي. امي لما تكون عاملة اكل ما ينفعش ااكل امي وانا لابس. ليه بقى? لان اكل امي يعني بيسخنني جدا وانا تخين فما ينفعش. يعني مثلا امي بتعمل اا نجريسكو كده اكسم بالله وانا باكل بحس ان انا بلعب ماتش كورة. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة